اهلاً عزاء المشاهدين أنا موجود أمام كنيسة التطويبات الكنيسة الجميلة على جبل التطويبات واليوم رح أتكلم عن تطويبة ذكرها الرب يسوع المسيح في عزته على الجبل قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون واو تخيل الناس تسمعها اليوم وتخيل الناس لما سمعتها أيام المسيح أيام المسيح كان الشعب في هذه البلاد مستعمر مستعبد تحت الحكم الروماني ومستعبد ومقيد بتقاليد بالية تقاليد كثيرة فتخيل أنه يسمعوا هذه التعليم الصادم اللي فعلاً بغير من كل القلب وأنه يعتبر غريب على فكر المستمع في تلك الأيام ولربما أيضاً غريب علينا في هذه الأيام اللي بتكثر فيها الحروبات والخصومات وعدم السلام ما أحوجنا إلى السلام العالم يبحث عن السلام ينشد للسلام يصلي من أجل السلام تترجى السلام لكن هل من سلام فالمسيح قال طوبة هنيئاً يا لبركة يا لسعادة يا بختك يا لغبطة الذين يصنعون السلام لأنهم ابناء الله يدعون أحبائي النبوة قيلت عن يسوع المسيح أنه رئيس السلام وفي العهد الجديد منسمع أنه المسيح هو إله السلام هو أيضاً مصدر السلام وفي أفسوس مكتوب إنه سلامنا واحد من أسماء المسيح المسيح سلامنا بحسب اللغة القديمة فالمسيح سلامنا رئيس السلام وهو أيضاً إله السلام صانع السلام بحسب أفسوس إصحاح 2 فالمسيح جاء وصنع سلام جاء بالبعدين والقريب صالح اليهود والأمم صالح الرجال والنساء العبيد والأحرار والموضوع من هذا السلام حتى نشبه الله نصنع السلام بصنع هذا السلام نصنع هذا السلام في عالم لا يعرف السلام الكتاب بيحكم بقول ليس سلام للأشرار قال رب الجنود فالعالم حقيقة لا يعرف السلام مش أنا بتكلم بس عن الحروبات الخارجية والنزاعات الداخلية كتير مرات إنه إحنا حتى ما في سلام مع نفوسنا حرب في داخلنا صراع وتناقض كبير في حياتنا دايماً في صراع دايماً في خصام مش عم نشعر ولا منتمتع بهذا السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر